السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة ان شاء الله دائما وابدا حبايبي ما رح اطول عليكم الفيديو اليوم بيحكي عن اه الناس اللي حاملين الجواز السوري اه وين هي البلاد اللي بيحسنوا يسافروا عليها اه بدون تأشيرة بالاضافة للاماكن اللي بيحسنوا يسافروا عليها بتأشيرة بيحصلوا عليها بالمطار وهلأ رح نشرح هذا الموضوع بهذا الفيديو ان شاء الله تمام يعني كلمين جنسيته سوري حامل الجواز السوري شو هي البلاد اللي بيحسن يسافر عليها هلأ بالوقت الحالي للأسف طبعا هلأ اللي حارض لكم يا رح تتفاجأوا فيها بصراحة انه يعني كمية البلاد اللي اللي بيحسن يسافر عليها نحن الحاملين جواز السوري اصحاب الجنسية السورية يعني صراحة شي محزن والله شي محزن اقسم بالله ما رح طول عليكم هلأ اتفرجوا معي بالفيديو رح اشرح لكم ان شاء الله وين هي البلاد بتحسن يسافروا عليها يلا خلينا نبلش ابل ما بلش رجاع عني اللي معلم اشترك بالقناة اشترك بالقناة وعملونا لايك وشاركوا فيديو لحتى يوصل اكبر عظمكم مشاهدات يلا خلينا نبلش تمام هلأ اول شغلة رح نبلش بالبلاد يلي ما بتحتاج انك تاخد تأشيرة يعني وتجيب فيزا عالجواز ابدا ما تسافر عليها تمام؟ ليكم مكتوب عنا هون تفرجوا بدون تأشيرة هاي للناس بتروح البلد بدون تأشيرة لحاملين الجواز السوري تمام؟ تمام؟ هلأ اول بلد عنا ايران بعد منا جزر كوك دومينيكيا اكوادور ميكروني المدري شو هايتي موريتانيا ماليزيا يوي والسودان تمام؟ يعني صراحة يا جماعة انا اول برد بسمع فينا دول اول برد بسمع فينا دول البلد اللي هي هاي نوي وفي هايتي وفي ميكرونيزيا ايكوادور معرفة دومينيكا ما بعرفة وجزر كوك كمان ما بعرفة مهم اي البلاد اللي بتحسن تسافروا عليها ما بتحتاجوا فيزا لتسافروا عليها بالجواز السوري تمام؟ عنا هلأ الدول اللي لازم تاخد تأشيرة عند وصولك على المطار تمام؟ عنا اول شي لبنان بعدين بنين بوليفيا الرأس الاخضر جيبوتي غينا بيساو جزر القمر مدغشقر مكاو جزر المالديف موزنبيق بالو واندا سيشيل الصومال توغو تيمور ليشتي توفالو نازانيا وغندا والله اسماء صابعا جدا ساموة واليمان تمام؟ هاي البلاد اللي بتحسن تسافر عليها وتحصل على التأشيرة بالبلد بالمطار وتوصل عليها تمام؟ طيب هلأ راح نشوف اه انك تحصل تأشيرة على اونلاين تمام؟ يعني انت بكتلع على بلد تحصل على تأشيرة اونلاين فوت عليها ما في ولا بلد الحمد لله يعني شايفين ميزات الجواز السوري يعني تفرجوا يعني دول يعني تفرجوا يعني والله العظيم شي محزن عن جد شي محزن والله العظيم يعني البلاد اللي بتسافر عليها بدون تأشيرة تفرجوا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة بلاد اللي بتحسين بتسافر عليهم بالجواز السوري بدون تأشيرة تمام؟ يعني والله شي محزن عن جد للأسف والبلاد اللي بتسافر عليها بتأشيرة بتاخدها بالمطار شفتوا كم بلد يعني بيطلعون شي عشرين واحدة تقريباً وبلاد مو معروفة يعني ما بتعرفها شو هي البلاد انت رايح عليها بس في من اليمن اليمن نعرفها واللبنان وفي كم بلد او فيه شو اسمها؟ يعني في كم بلد معروفين بس بحياتي ما يسمعان فيهم وانتوا يمكن بحياتكم وسمعانين فيهم تمام حبائبي يعني قديش فيه فرق بين بين مثلا بحامل الجواز الألماني ولا الفرنسي ولا الاسباني ولا الهولندي ولا المرويجي ولا السويدي يعني قديش فيه فرق يعني يعني الجواز الألماني مثلا بتتسافر علي 124 دولة بدون تأشيرة وانا شارح عن الجواز الألماني وين بتحسين تسافر فيه راح اطلكن الرابط بالوصف اللي يحب يتفرج على البلاد المسموح فيها الجواز الألماني السفر اليها بدون تأشيرة ونحس الترتيبات راح اطلكن الرابط بالوصف تمام حبائبي ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو من فضلكوا لا تسلطوا شركوا بالقناة تعملونا لايك وتشاركوا فيديو لحتى يوصل لأكبر عدد منكم مشاهدات وتشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته